الفنانة زينة نشرت صورة مع ابنها خلال إجرائه عملية جراحية حيث ظهراً بملابس العمليات على حسابها في إنستجرام الطفل كان في المستشفى بعد كسر ذراعه وتم تغطية وجهه بقلب أبيض من جهة أخرى صدر حكم من محكمة الأسرة بمدينة نصر يلزم الفنان أحمد عز بدفع مصرفات دراسية لتوأم زينة بقيمة تقارب المليون جنيه المصري وقدم محامي زينة التحريات التي تثبت أجر أحمد عز في أفلامه وحملاته الإعلانية يشارك زينة في فيلم الإسكندراني حيث تجسد شخصية فتاة إسكندرانية والفيلم من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف بمشاركة عدد من النجوم تمثل زينة في فيلم الإسكندراني شخصية قمر فتاة إسكندرانية تتميز بالشجاعة والقوة وتروي الأحداث قصة حياتها الصعبة الفيلم من تأليف أسامة أنور عكشة وإخراج خالد يوسف ويضم فريقا من النجوم بما في ذلك أحمد العواضي حسين فهمي بيومي فؤاد صلاح عبد الله ومحمود حافظ من ناحية أخرى تستمر زينة في الدفاع عن حقوقها حيث طالبت بمصرفات دراسية لتوأمها من الفنان أحمد عز تقديم محاميها للتحريات والأدلة يثبت مدى نجاح أفلامه الثلاثة ويصلت الضوء على استحقاقها لتلك المصرفات يجسد الفيلم حياة قمر وتحدياتها وسط إشراف عام على الإنتاج من أحمد عفيفي وتصوير سامح سليم وديكور أحمد عباس مع ملابس من تصميم مونيا فتح الباب يظهر الفيلم بإشراف فني من صبر السماك ومنتاج عمرو عاكف هذا العمل السينمائي يعكس متانة زينة كفنانة وكأم مع متابعة قضية المصرفات التي تعتبر جزءا من مساعيها للحفاظ على حقوق أطفالها